هنا نسألكم في الجزء الثاني ونصلنا على الطائرة التي هي دور التابع السين والكوسين والتانج والكوتانج هم كل توابع دورية ما هي توابع دورية؟ في حالنا رسمتهم رسمتهم برياني ما هي توابع دورية؟ هذه القطعة ترجع بتعيد نفسها ترجع بتعيد نفسها ترجع بتعيد نفسها كل دور ما هي حسب التابع كل جزء ما هي كل فترة زمنية ترجع بتعيد نفسها تماما في حطوة تعريف أحيانا يقول لك fx زائد t تقوم بتعيد نفسها fx يعني هاي يعني لما ضف له خطوة ما أثرت نفس التابع يعني بعد كل مدحلة ترجع نفسها هاي المرحلة نحن ندور عليها هاي المرحلة نحن ندور عليها هالله إنو شقدر فترة زمنية لكل من التوابع الآتية مثلا للسين والكوسين فترة زمنية حتى يرجع نفسه هيك بشكل مقتضب يعني هاذا عندي سين كام بديله هايك سين n ل ax زائد b أو cos ax z n هادا له حالتين إذا كانت نشفت ماذا تصبح دوره ؟ مثلا ب إذا كان شفت تصبح ب على طويلة A أو قيمة المطلقة على A وإذا كانت إبارة عن take تصبح بقيمة بقيمة 2B على طويلة A أو قيمة المطلقة على A هذه بالنسبة للسين والكوسين هذا دوره تصبح معي بالشكل هذا يعني الفترة الزمنية التي ترجع بعيدا فيها سين أو الكوسين نفسه مثلا لن أخذ مثال عليها مثلا وقالك sine 3 إلى 3x زائد 7 طلب منك الدور ما قاله بي تصابي هذا شو نوعه take ما دام take ما تبدو 2B على 3 مثلا cosine 6 لنائس 2x زائد 7 بي تصابي بي تصابي هذا شو نوعه shift مع تمافي 2 بي على طويلة لهذا وعلى قيمة المطلقة لهذا يلي هو 2 يلي هو 2 يلي هو 2 سين cosine هي نفسه الخاصة إذا كان زوجي مع تمافي 2 وإذا كان خل مع تمافي 2 وإذا كان خل مع تمافي 2 توجد 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 لطانج أو يلا كونتونج مثلا فالطانج أس 3 إلى 2x ما في هذا التابع ؟ يعني كل اي مطلقة نفسه قالا بي تصابي بي على 2 كل تسعين درجة تصابي نفسه كل تسعين درجة كونتونج أس 4 حسنًا 3x ناقص 10 ما قاله بي بي سابق يبي على 3 هذه بالنسبة ل كو تانج و التانج برحبت أن تسأل بي تسأل بالنسبة ل التانجر هي بيع على طويلة أو قيمة المطلقة قيمة المطلقة قيمة عدد ذاتا هذا العدد هو المثال أمسال قيمة المطلقة قيمة المطلقة هناك حالة كانت تابع شمال على تابعين قيمة حسنًا حسنًا وهذا لديه دور وهذا لديه دور هذا بي واحد وهذا لديه بي اثنين ماذا نطالع دوره لهذا الكبير دوره ماذا نطالعه نطالع بي كوك هذه الديه ذهب 2 بي واحد بي 2 سين أس ثلاثة لاثنين إكس ناقص سبعة زائد كوتانج أس أربعة لاثلاثة إكس ناقص أربعة أعطيني الدور هذا التابع تقلصها أنت فتحسن مما يوجدهم؟ سواء بواحد تصاب أكس ناقص أكس ناقصå أكس ناقص أكس أكس ناقص أكس ناقص أكس ناقصة أكس ملايين؟ أرجوك الثاني بي اثنين هذا ليس لديه تيك شفت نفسه تماما بي اثنين بي اثنين الآن بي الأصلية للتابع كله كيف نطلع نطلع المضاعف المشترك لهم اثنين كيف نطلع المضاعف المشترك لهم نحللهم المشترك لهم نجع صف الخامس صف الخامس كان يضعف اضعفوا بي أثنين بي اثنين بي اثنين بي اضعف بي اثنين بي اثنتين بي اثنتين نعذروا هدو ببتسائي مين هو اوه منطالع أول واحد ومنطالع الثاني ونطالع كم عنصر من هذا وكما عنصر من هذا حتى يظهر معي وين أول شيء يتقاطع بين بعضهم وين أول نختار بين بعضهم يكون هذا دور التابع الأصلي وغير أنت حسن؟ تمام هذه الدور دور خالص مقابل تجيب إذا كنت تتجب وضعتها في علاقة وضعتها في الهندسة الموجودة لكل ضلع تفيدني كثيرا في حساب عدد شغلتين أما هناك أربع أمور موجودة هنا موجود عندي ضلعين الثلاثة وزاوي موجود عندي ضلعين الثلاثة وزاوي حساب عدد شغل هذا الشكل يجب أن يكون عندي معلوم ثلاث أمور ثلاث شغلات من بينهم أما يكون عندي ثلاث أضلع وطلع بزاوية أو يكون عندي ضلعين وزاوية ضلع الثلاثة هاي الحالات يلي بحسن باستخدم فيها قاعة مين التجب لكي نختار بلح مباشر إما يكون عندك ثلاث أضلع وطلع بزاوية ثلاث أضلع والمطلوب بزاوية مباشر خلي يرون بزهنك أنه بدي التجب تفيد التجب أو يكون عندي ضلعين وزاوية إذا عندي ضلعين وزاوية كمان يمشي حال التجب هاي الحالات الوحيدة التي أستخدم فيها قاعدة التجب طبعا سهل قاعدة تقوم بزاوية tres تقوم بزاوية تقوم بزاوية أرابة بزاوية رحوات تزاوية تر بزاوية كمان ت恐تح ما extreme لاحظوا ما أعطيني واحد اثنين ثلاثة أعطيني ثلاثة أضلع والدو زاوية مباشرة يختار ببالك معناته أنا بدي مين طاعة التجرب يمشي حالا طيب ماذا تبقى؟ هذه الزاوية المقابل إلى نبدأ بالضلع المقابل مباشرة التربية لهذا قد تسعة وثلاثة التربية هذة خمسة وعشرين تربية هذة تسعة واربعين ضربهم ببعضهم اثنين يعني بصير سبعين بكوسين الألفة مرحبا هل تعرفنا ما قمنا؟ طيب هذه ما هي تعطيني عشرة فقط هون تبقى هذة تبقى هذه ما هي تعطيني 35 إذا أردتها الجهة الثانية يصبح عندي نائس 35 معنى تلك كوسين الألفة ما زدت؟ ما زدت؟ 60 نعم 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 بكوسين يزاري لك ألف أشد عنديها واحدة للأربعة الاختصر هاي مع هاي فيها اثنين اووليك سفقكي عندي معناتب أربعة وستين زائد مية واربعين نااس أربعة واثنعاش أربعة اوانوان واثنع عميين موائب هذه مع هاي فيها اثنعاش موائب اوام اوارش مع هايش أتصارت بلستة وخمسين معناتب سواء اكثر ب 156 نحل المعالج ماذا أعطيه هنا؟ 75, 73 78 78 ماذا أعطيه؟ 37 39 39 39 على 3 ولكن لا أعطيه 13 14 ماليشين في 14 طالونا في خطأ كشين؟ 14 لازم تكون ما وضحين؟ 16 لازم تكون مين 16 طرح الـ 48 صح حون 16 معناتك اقصارتهم؟ 150 اقصارت 62 شوي أريح للعين اي 14 40 جميعا طرح الـ 16 ما وضحي نعم نعم ورش أنت صحيح مما يظهر لتكون challenge وضحها فأخذت صوت الصوت من جانبها من جلسة فأخذت حصل الصوت من كل الأحضار في سطنة من معلومة جبنة في أي سؤال عليها؟ هي قاعدة التجيب حلنا عليها مثالا مثالين أنا حاولت أسألهم كلمة سأبقاعدين مثال أو مثالين لكي أراجعهم كلهم كاملين حساب مساحة هذا المثلث باستخدام الصين تعطى مساحة المثلث بالعلاقة S تساوي نصف أي ضلعين بساين الزائر بينهم طبعا ما في شرطة المثلثة يعني ما في شرطة المثلثة شما كان المثلث في المديره قائم حاد منفرد شما كان المديره في صين نصف C B ضرب A بساين الزائر شايفين نطلق على قادمة جميع الدامي هاد ضرب هاد بساين الزائر أو هاد بساين الزائر أو هاد بساين الزائر أعiley هذا حساب مساحة هذا المثلث عندما يكون لدينا مزاوية قائمة ، أتذكروا ما كانت تسألون و أقول لك أن هناك درعين قائمتين لا أتذكر هذه هي إذا كان لدينا تسعين ، أخرى واحد لذلك لا يوجد لك هذه هي لكن هذه هي موجودة ، لكن لا أضع لك أقول لك نصف جداء درعين قائمتين هذه هي بالنسبة للمساحة هذا المسلس تغطي العلاقة الآتي أرى المساحة ، أعطيني ضلع وضعني أزائل بينكم أقول لك أنت مساعدة نصف ، العشرة ، وعشر وعشر أعطي ثلاثين أعطي ثلاثين أعطي ثلاثين أعطي ثلاثين 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 نصف ، أعطي ثلاثين نصف ، أرى المثلث أيضا نصف الآله أعطي من هذه الحالة حساب مساحة المسلس باستخدام الدائرة سيكون لديك A B B J على أربعة ضرب نصف القطر طبعاً هذا نصف القطر هذا وحصراً الدائرة يجب أن تكون معدية من رؤوس هذا المسلس لديك دائرة تعدي من داخله لديك دائرة تعدي من داخله A B B B J على أربعة ضرب نصف طالب مننا ضرب نصف القطر A B B B J على أربعة ضرب ماذا نحساب مساحة هذا المسلس؟ الأضلاع يوجد نحساب أولاً الألان نحسابه على الكوسة ورمس نحساب نحساب نزل هون نزلنا هون نحساب هذا يجب أن تكون أربعة ضرب سبق نحساب أربعة ضرب الربعة ضرب كثيراً مساحة المثلث العادية تساوي نصف القاعدة بالإستفاع لماذا أضع هذا الإستفاع؟ ليس هذا المثلث متساوي الساقين؟ السيد مهيب، لم تتعرف هي الخاصة؟ نعم هي الخاصة المثلث متساوي الساقين فقط نزلت فيه إستفاعنا، بكون هو نفسه متوسط هو نفسه يكون منصف هاي خاصة هل يجب أن يكون الإستفاع متساوي؟ تلقصنا؟ نعم يعني لازم يكون هذا الارتفاع الذي رسمنا لازم يكون بساوي، يعني أربعة أو أربعة حتى هو بيكون أربعة أو لا؟ لا، ما في الأربعة ذيك في الزاقين هاي خاصة المثلث القائم في المثلث القائم المتوسط يساوي نصف الوتر سيد مهيب، إذا ما كان متساوي الساقين، فينا نستخدم قانون الأوم؟ تحت الجزر؟ هل هناك مثال عليه، هل هنا بحلو لك أو إذا ما كانت ساوي الساقين، فينا نطالع كوس الزاوي؟ لا، فينا ما كمان نستخدم بالنسبة للمحيط، كمان بسير قاعدة المحيط تحسبين خدال المساحة، بسيأسهل وهي أسهل حسابة من حساب المحيط، هذه كانت S تساوي تحت الجزر ويوناء سا، ويوناء سا، ويوناء سا، ويوناء سا، ويوناء سا أيضا الـU هي نصف المحيط تصير هاي كمان، بسيأسهل علي S تساوي نصف القاعدة بالاستفاع، ما ترى معي؟ أنا مددتها لهذا هيك ونصر عندي قائم سا، ربما يكون هناك أربعة 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 شارية خمسة من هي ثلاثة سا، ها ربما يكون S تساوي نصف القاعدة، وهي ثمانية بالاستفاعي، وهي ثلاثة وتساوي تنعش طالما هي ثلاثة، نحوذ العلاقة ساوي، انتفاقنا A و P by J على أربعة ري ساوي ساوي، انتفاقنا تنعش ضربهم ببعضهم كله في الشباب خمسة بثمانية بخمسة على أربعة ريت هذه ما هي رحصة في اثنين وهذه ما هي رحصة في ستة صار عندي ستة ريت ساوي خمسة وعشرين معناتها ريت ساوي خمسة وعشرين على ستة نحسب نصف القطة من خلال المساحات المعطاة هل هناك أي سؤال؟ نحن نرى المساحات المعطاة نرى المساحات المعطاة هنا هذه العلاقة الجيب هذه مهمة مستخدمة ما هي العلاقة الجيب؟ كل ضرع المقابل على سين الزاوي يعني A على سين A B على سين B J على سين B هؤلاء كل آياتهم يساوي بثنين ريت بثنين ريت طبعاً اما اتستخدم هاي اتستخدم هاي عندي 1,2,3,4 ماهلا تستخدم هاي اذا كان عندي ضلعين وزاوية او ضلعين وضلعين ضلعين وضلعين وبدو الضلعين حصلت مما لطلبات مباشرة يختار بالكما أن الحل هو هايك ضلعين وضلعين معاناته تجيب جاهزة للاستخدار شوف لها مثال اعطيني شو اعطيني هون اعطيني ضلع هايك بيجي خمسة وعطيني ضلعين نصف قطة شو اعطيني هاي ستة وطلب بني الزاوية نهي هاي الزاوية نحن عاننا خمسة على صين ا شو تساري 2 غيه نعود شو اعطيني عانيها صين 12 12 معناتها 15 صين الخمسة يعني صين الخمسة خمسة 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 مثال تاني شوف اعطاني الزاوية وعطاني نصف القطر وطلب مني الضلع بجي بقلو بيجي ساموه اكس اكس على صين 135 تساوي 2 قرية نعود اكس على شو ادهي صين 135 هي نفسه صين 45 يعني جزم 2 تساوي 2 ضربش قطر عندي 8 اعطاني اجيبوها لهم هاي بروما هاد بصف عندي 8 جزم 2 تساوي أي سؤال اعطان 1 1 8 دراعية موطة مباشر تختار قطر قطر جب قطر 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 4 ذهب 3 على ساين جب أربعة على ساينة ثلاثين ما أقضى؟ واحدة نصف هذه هي ثمانية أجلها ثمانية ساينة ج أساوي أربعة جزرات ثلاثة ما أقضى ساينة ج ما أقضى؟ جزرات ثلاثة ثلاثة ما أقضى الزاوية؟ جزرات ثلاثة ثلاثة هذا سؤال شبابنا أقضى مباشرة بالعلاقات هذه هي نفسها تماما ما أقضى؟ زاوية ثلاثة وضلع وما أقضى الثلاثة ثلاثة؟ هذه هي ما أقضى سموها سموها أجل الزاوية الثالثة من مجموع زوايا المسلمة نعم لديها 75 و45 120 و60 نتقب على مجموع مسلمات X على ساينة ستين جزرات ثلاثة ثلاثة ساوي 16 على ساينة الخمسة وأربون جزرات ثلاثة ثلاثة جزرات ثلاثة ثلاثة نقبل نكشير المصر مع النصر ерж ak-6 حسب على الشكل يعني ما سنطلب الواقف من المال نلقم المبل consereso ايه أخذي 3DR6 اطلعي لدينا بديو حتمالين اما اكتب هاي بالشكل ، اطالع من هاي جزر الثانين اصحابي عندي هيك هدا أسهل وكنت شو ريك من هيك شوس بساويت عنها هاي جزر الثانين بجزر الثانين بثلاتين شلت وحدة مع وحدة صفت عندي 3DR2 بجزر الثانين يعني جواب شوني صحابي ثلاثة جزر الثانين هذه هي relay انا أريد فيły موافق موافق لها mídi الجزء الثاني أثنان الآن نضغي فوق و تحت جزء الثانيين هون جزء الثانيين هون شو بصير عندي فوق سير عندي ستة جزء الثانيين على اثنين هذه راحة ما هي صفت عندي ثلاثة جزء الثانيين هون ثلاثتنا هاي العلاقة طبعا هون بالعكس عليك كانت الدائرة بتمنى رؤوس المثلث هون هاي الدائرة تمس هذا المثلث داخلا قال عندي الآ مساحت لهذا المثلث شو بتساوي مساحت لهذا المثلث شو بتساوي بتساوي يلي هي بتساوي نصف المحيط بنصف القطط هاي الدائرة الثانية يو بيرين طبعا هاي القاعدة نعرفها كان موجودة بالهندسة لحساب مساحته المثلث لكن ممكن استخدامها يعني إذا المثلث استخدامها شوف المثل عليها رحظوا هون خمسة أربعة سبعة جوة إذا استخدم العلاقة هاي وعندما قلون راي راي شانتجي قلنا س تساوي يو براي هذا ما عندي هذا عندي هذا عندي هذا ما عندي معناتا لازم نحسب واحد من بيناتا لازم نحسب هاد معناتا شرنا نحسب الاس عن طريق نصف المحيط يو تساوي المعول هذو كلهم شباب شربة جموعة 16 16 ما عندي قالوا بقلوا استساوي تحت الجزر بحط أول شي هاي نقطة هاي أربعة هاي تماما أربعة ثلاثة واحدة أربعة ثلاثة واحدة هاي فيها أربعتين تطلع أربعة معناتا خارج الوضاء أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة هاي تطلع ثلاثة سهلة مايسعب هاي 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 شكل أصومش سهلة هاي إذا نعور ببشر صار عندي أربعة جزء السكة وسهلة اليوية اللي هي ثمانية هاي ماذا ماذا يحدث عندي هون مختصر هاي مهاجات فيها اثنين ماذا تطلع 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 16 تطلع 16 هاي منسبة لمساحات أو منسبة لحساب منسبة القطر هاي 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 أي سؤال عليها هلا قاعدة التجب هاي قاعدة موجودة ببوزة هاي 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 نظرية التجب أو قاعدة التجب هاي يوجد 3 أضلاء A B J ما يحدث عنها؟ المجموعات الثلاثين مثلا هؤلاء A مع most ذلك هؤلاء هؤلاء من هؤلاء كيف يتساوي؟ مجموعا يتساوي مجموعا يتساوي مجموعا يتساوي لتقرير الأجزاء دوما يقول هذا بالقرير ما تساوي؟ مجموعا يتساوي و مجموعا يتساوي على الثانج فرق الزاويتين على الثانج على الثانج فرق الزاويتين على الثانج هاي ربط لك الزوايا مع الأضلاح بالنحيط أستاذ لو سمحت هاي القاعدة إمتى منستخدمها؟ هلا فتجيب المساعد لما يكون عاطينا الزاويتين يعني؟ هلا هون فيه مثال بعد ولكن هون عندي هذه الأضلاح اللي هي الآويتين على علاقة تضبط بين الأضلاح وبين الزوايا شوفوا المساعد شوفوا المساعد شوفوا المساعد أعطيني B-J B-J بساوي هذا المقدار نحسن نعزل إنساوية على شكل تناسب لهاي؟ بس صعب إذا عزلنا على شكل تناسب بس صعب بس صعب بعدين عوضة يجب أن نختار بأي طالب ونضع التطرفين بالوسطين وأقوم بها بس صعب كثير يتجد معك بس صعب 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 هل تأتي بس صعب بس صعب مجموع ونظر ما يفعله؟ وطانج مين مجموعة هذون زاويتين على فرعهم ولكن هناك الفرع فوق لا أعطي بلقص فوق يعني ب ب نائز ج على 2 على طانج ب زائد ج على 2 تساوي 1 على 1 على جزة 3 ماذا نفعلنا؟ أستاذ جمعون 90 على 2 ستكون 45 طانج من 45 طانج ب نائز ج على 2 واحد على جزة 3 من هو تانج الشغل يطلع 1 على جزة 3 حيزة 30 كمه؟ معناته بينه على 2 تساوي 30 يعني بينه اس ج شو تساوي ال 60 ب زائد ج ب الله عليكم ب زائد ج شو تساوي 90 معناته تربية شقب تساوي صاريت خمسة وسبعين خمسة وسبعين انا كمه لا يوجد كتاب بوزة ولكن لا يوجد كتاب فرق ضرعين على مجموع ولكنه يكس بالعكس سيكون نفس العكس لو كان كتب هنا هنا نقص فوق المجموع على 2 وتحت الفرق على 2 تساوي 1 على جزة 3 لو كان يكس بالعكس هناك أي سؤال عليها هاي نظريت بالتانج طلع نجي على التوابع العكسية الارك ساين والارك وساين والارك تانج والارك وتانج نبدأ نبدأ بأول واحد الارك ساين تابع العكسي اذا عندك أرك ساين اكس تساين مثلا ألفة تساين ماعناتها ماعناتها الكتابة هاي معناتها أنه ساين الألفة تساوي اكس هيا يبيعطيك تعريفة الأصلي يعني هذه ساين اكس تساوي ألفة ومعناتها ساين الألفة ما تساوي اكس طبعا مجالة يكون مجالة لأنه كان عندي هناك مثلا هذا كان عندي من الآلة بى طابع من هون لهون هون لما كنا عم نحط نحن بقلب الصين الزوايا مثلا هون نحط مثلا صفر نحط مثلا ثلاثين نحط خمسة وثلاثين نحط سعين سبعين ثمانين طبعا الطرف الثاني يطلع نفس الصين مهيك؟ يعني لم يحط الطرف الثاني هون؟ يعني هدى يطلع نفسه إذا أخذنا المئة وعشرين هي نفسها م من مين؟ م بالستين صح؟ يجب أن يأخذها بترجيه هاي بس إنه مقيم تطلع معك هالجهة هاي هلا أرك ساين إكس لساوي ألفة اتفقنا قلنا ساين الألفة لساوي معناتها إكس نحن كنا نحط هون زوايا يطلع معنا الجواب بين النائس واحد والواحد نذكرنا هالحكي هاد؟ نذكرنا هالحكي هاد نحط زوايا نحن ضمن هالمجال هاد يلي هو من بيع 2 للنائس بيع 2 أو من نائس بيع 2 للبيع 2 يطلع معنا الجواب شوه؟ بين النائس واحد والواحد طيب الآن ساين يصيب العكس نحن لما كتبنا هاي الزاوية اللي هي هون آ ب لما كنا نأخذ التابع الف العادي من هون إلى هون ترجمة نانسي قنقر